يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا هيحكى أنه على شاشة القناة الأولى النهاردة معنا كتاب جديد كتاب مختلف هنروح معاه لبلاد كتير هنلف وياه من الشرق للغرب وإحنا في مكاننا هنا النهاردة هنأكل بيتزا من روما وهنحضر عرض أبرا في فيينا وهنتمشى في شوارع لندن وهيغرقنا المطر كل ده هنعمله مع كتاب اللي هنتكلم عنه النهاردة وهو كتاب بوستكارد للكاتبة الشابة اللذيذة ماهي متحد لحيان ماهي عملت تجربة لطيفة جدا في الكتاب ده وبتنقل لنا من خلال الكتاب ده تجربتها في السفر وفي كل الرحلات اللي راحتها مغامراتها في البلاد اللي زارتها في دول أوروبا في أسيا في أمريكا وكمان طبعا ما نسيتش الوطن العربي ولكن ذكرت بعض الدول في الوطن العربي ماهي بتشتغل أصلا في مجال السياحة والعلاقات العامة وده أكيد ساعدها في إعداد كتابها والكتاب بيندارك تحت أدب الرحلات هنعرف أكتر عن الكتاب لكن قبل ما نقابل ماهي متحد تعالوا زي ما احنا متعودين دايما نشوف مع بعض تقرير بس سالر ونرجع لحضراتكم مرة تانية